مبروك لأن هدف محمود كهربا برضو فاز طبعاً اللي كان في الهلال السوداني بجائزة أفضل هدف عام عشرين تلاتة وعشرين يعني برضو كهربا كانت عمل موسم رائع جداً وأحرز هدف كانت مؤثرة في بطولات الموسم الماضي استقلم يعني خلينا نقول برضو الدرعة زي ما احنا بنقول كابتن طارق أو مهندس طارق أنديل وعايزين نقول مبروك مبروك ليه الجماهير ولللعيبة تمنى العام القادم أو العام اللي احنا فيه على قل يكون برضو الأهلي على القمة يكون قد التحديات برضو اللي بيواجهها لأن زي ما احنا بنتكلم أنت خارج من موسم صعب ليه صعب لأنه قوي جداً لأنه استثنائي جداً أكيد بيحط عليك مسئولية أكبر وده اللي ظاهر الموسم ده كريم احنا لسه مش أفضل صورة خليتكلم بصراحة مش في أفضل صورة لكن أتوقع أن الجوائز دي كريم والاحتفالية دي تحديداً ممكن تعمل لك دافع قوي للفترة اللي جاي لإحنا كنا بنقول بنفتقد شوية الدوافع في الفترة اللي فاتت بتهيئ لي حاجة زي كده لما الواحد بيحس بيه يعني امتنان لما بيحس أن في حد بيقدره بيحس أنه عايز يدي أكتر يعني فأعتقد دي ممكن تبقى دافع قويسة جداً كمان لنت داخل على كاس العالم للأندية وده فيه كلام كتير جداً بس يعني أنا مش ألقانا بصراحة سواء هتتكلم عن التحاد جدة أو يعني أكلاند سيتي هنيجي الوقتها يعني بس أنا مش ألقانا أبداً عن نادي الأهلي بإذن لها حاجة غير مسبوكة خليها نقول بالنسبة للجوائز اللي حصل عليها الكهرباء بيرسي توف هي جوائز عن جدارة وعن استحقاق مليون في المية الجول اللي منتكلم عليه واللي فاز على إثره أو بمجابه كهرباء بجائزة أجمل أو أفضل هدف فيه عشرين تراتة وعشرين إفريقياً مفيش زر تشك مفيش مساحة أصل للاختلاف على حلاوة وعلى جودة هذا الهدف المسجل